التقرير الإقليمي لصوت المستهلك لشركة BWC لسنة 2024 هو تحليل عميق بصلة الضوء على سلوكيات المستهلكين في المنطقة وبالأخص في المملكة العربية السعودية في الإمارات العربية المتحدة في قطر وفي مصر وهذا التقرير يركز على الترانز أو الاتجاهات الرئيسية في قطاع التجزئة والقطاعات المرتبطة بالتجزئة وهذه الترانز أو الاتجاهات الرئيسية هي مثل الثقة لابتكار والوعي المناخي يبرز التقرير وهذا الشيء مهم ثلاث فئات من المستهلكين أو شرائح أولا المستهلك المهتم بالتكنولوجيا المستهلك الملتزم بقضايا المناخ أو المستهلك المتمكن فكل ثقة من هؤلاء الشرائح أكيد التقرير بيعطي الدوء أكثر على سلوكياتهم على تفضيلاتهم وعلى توقعاتهم إذن يعني يبدو أنه من الاستطلاع أنه ربما القلق الرئيسي هو باتجاه التضخم الذي يبقى من العوامل الأساسية التي تقلق من شمالهم الاستطلاع إضافة إلى موضوع التغير المناخي فما أبرز التفاصيل في هذا الاتجاه أكيد يعني فينا كمان نحكي بشكل عام عن الثقة الثقة مهم كتير وهذا الثيم أو الاتجاه الرئيسي اللي كمان عم نشوفه بالتقرير وإذا منقارن الثقة بالعلامات التجارية وبالشركات عامة مع التقرير اللي نعمل سنة 2022 بالـ 2022 حوالي الثلثي المستهلكين كانوا يعتبروا أنه حماية البيانات الشخصية هي سبب رئيسي وراء الثقة بالعلامات التجارية والشركات هذه السنة هذه النسبة أصبحت 85% يعني الثقة صارت أكتر وأكتر موصولة بحماية البيانات الشخصية وهذا الشيء كمان يتجاوز قليلا ما رأيناه في التقرير العالمي نعينه الذي قامت به PWC على الصعيد العالمي هناك عوامل أكيد أخرى كما قلت التضخم توفير منتجات عالية الجودة طريقة التعامل مع الموظفين خدمة العملاء بأسعار معقولة وكمان الجديد يتذكر أنه إذا نطلع على الجيل X أو Generation X تعطي أهمية كبيرة لحماية البيانات الشخصية بنسبة 91% فهذا الشيء كمان كتير مهم وإذا طلعنا على الاستدامة والمخاوف المتعلقة بالمناخ هذه كمان أيضاً اتجاه رئيسي في التقرير بدأت بالفعل تغير سلوكيات المستهلكين تبدو والمخاوف المتعلقة بالمناخ تؤثر فيها فإذا طلعنا على قطاع لو افترضنا الترقل 82% من المشاركين مستعدون لاستخدام وسائل نقل عام إذا عندهم البنية التحتية الملائمة و70% من المستهلكين مهتمون بشراء سيارات هايبرد أو كهربائية خلال السنوات الثلاثة المقبلة فهذا يعكس كيف أن القضايا المناخية تدفع المستهلكين نحو خيارات أكثر أخلاقية وأكثر استدامة فليب أيضاً لا شك أن الذكاء الاصطناعي سيلعب دوراً رئيسياً كذلك فكيف برأيك سيطبع الذكاء الاصطناعي قرارات المستهلكين في الفترة المقبلة؟ أكيد الذكاء الاصطناعي موجود كثير في التقرير أو مهم في التقرير وأصبح جزءاً متزايداً من تجربة التسوق أو the shopping experience فالعلاقة لكن شوي معقدة بين المستهلكين والذكاء الاصطناعي نصف المستهلكين مرتاحين يشعرون بالراحة باعتماد الذكاء الاصطناعي للقيام بأنشطة بسيطة مثل الحصول على معلومات حول المنتجات أو توصيات للتسوق لكن الثقة تتراجع عندما ذلك يتعلق بمهام أكثر حساسة مثل financial advisory أو التوصيات المالية أو التشخصات الطبية فهناك نهج شوي حذر حينما نتكلم عن الذكاء الاصطناعي ترجمة نانسي قنقر